السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس تعليم العربية للعاجم كنا قد وصلنا إلى الوحدة الثالثة في درس السكن والآن نتابع هذا الدرس بإذن الله مفردات إضافية مفردات إضافية كلمة إضافية فاضلة العرب انظر واستمع وأعد انظر واستمع وأعد شمد هفتا جنر هفتا جنر أيام الأسبوع أسماء أيام الأسبوع باللغة العربية عندنا هنا شهر محرم محرم هجري بالآي محرم السبت السبت جمالتسي جمالتسي باشليور السبت جمالتسي السبت جمالتسي الأحد بازار الاثنين بازاتسي بازاتسي الثلاثاء صد الاربعاء بيرشامبة الاربعاء ترشامبة الخميس بيرشامبة والجمعة جمعة وهذه أعداد الشهر من واحد إلى ثلاثين أيام الشهر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد عشرون اثنان عشرون ثلاثة عشرون أربعة عشرون خمسة عشرون ستة عشرون سبعة عشرون ثمانية عشرون تسعة عشرون ثلاثون إذن عشرة عشرون ثلاثون نكمل وننتقل إلى التدريب التالي التدريب الأول أكمل أيام الأسبوع خفتة قنر تمام لي تمام لي خفتة قنر تمام لي السبت جمارة سيدان جمعية السبت الثنين هنا فراغ الثنين فراغ وفراغ آخر وفراغ آخر هنا يوم أيام السبت الثنين الجمعة التدريب الثاني رتب أيام الأسبوع دوزان لي دوزان لي الخميس السبت الثنين الأربعة الأحد الجمعة الثلاثة السبت نبدأ نبدأ من السبت جمعة السيدان باشل يونس السبت سنرا حانجي جون قرطة الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة هكذا نتابع إلى مهاية الأيام مهاية الأسبوع تدريب الثارف أشر إلى اليوم الذي تسمعه أشر إلى اليوم الذي تسمعه دويدون دويدون جون إشارة لي دويدون جون إشارة لي الأربعاء مثلا بان بيربون سيلي جام سن سيز إشارة لي جيكس مثلا السبت هانجي جون قلنا السبت أي يومين هذه الأيام ثم لأقول الخميس الخميس ثم يوم الأحد الأحد أشر إلى يوم الأحد نعم أكيد أنكم من المؤكد أنكم قد عرفتم الإجابات دوام ديوروز تدريب الرابع قل اليوم الذي يشير إليه المدرس شمد بان إشارة لي جام فيه سان فكو جيكس هنا هذا اليوم اقرأه قل سويلي فكو اقرأ أي يوم هذا اقرأه وأقرأ هذا اليوم أيضا اقرأ هذا اليوم يكسكسس وهذا وهذا هنا يوجد حروف لثاوية بالتيك هارف لاريس سا الثلاثاء نعم ننضي إلى التدريب التالي والتدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال أرنك ب سروب جواب لار بالدفاع سر بالدفاع جواب لين المثال أرنك هل تسكن في بيت هل تسكن في بيت ابدأ مع تيرس هل تسكن في بيت بيت نعم أسكن في بيت ابدأ ابدأ طيور أسكن في بيت بيت مستقيل دائرة شقة مستقيل ديل شقة بيت نعم هنا نسأل هذه الأسئلة على هذه الكلمات نطبق هذه الأسئلة على هذه الكلمات هل تسكن في حي الجامعة نعم أسكن في حي الجامعة هل تسكن في حي المطار نعم أسكن في حي المطار هل تسكن في شقة هل تسكن في شقة لا أسكن في بيت لا خير أسكن في بيت ابدأ طيور سأتي إلى المثال الثالث وهو بنفس الشكل هل تسكن في بيت لا أسكن في شقة إذن نسأل هنا عن المدن شهير شهير الأرض هل تسكن في مكة هل تسكن في مكة 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 ديمة تيورسون غير لا أنا أسكن إذا أسكن في المدينة أسكن في المدينة أو نسأل هل تسكن في المدينة يلم هير أسكن في مكة أسكن في مكة مكة ديمة تيورسون نأتي إلى السؤال التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال أرنجبي سرون في جواب لين ماذا تريد لغرفة النوم يتاق كما في المدينة ماذا تريد لغرفة النوم أريد صتارة أريد صتارة أريد صتارة أريد صتارة أريد صتارة أريد صتارة النوم أريد ستارة الآن نسأل هذه الأسئلة على هذه الكلمات مطبق هذه الأسئلة على هذه الكلمات ماذا تريد للمطبخ ماذا تريد للمطبخ أريد ثلاجة ماذا تريد للحمام ماذا تريد للحمام أريد سخان سخان ماذا تريد لغرفة الجلوس 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 أريد سجادة السجادة و التي نصلي عليها أيضا اسمها السجادة ماذا تريد للمطبخ ماذا تريد للمطبخ ماذا تريد للمطبخ أريد فرن التدريب الخامس تبادر السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال كم غرفة في الشقة كم غرفة في الشقة كم غرفة في الشقة في الشقة خمس غرف في الشقة خمس غرفة في الشقة في أي دور الشقة في أي دور الشقة كجنجكات دائري دائري كجنجكات في الدور الخامس بشنجكات في الدور الخامس قلنا دور يدا طابق طابق دور دور الأول الثاني الثالث نسأل هذه الأسئلة ونطبقها على هذه الجمل أو هذه العبارات كم غرفة في الشقة في الشقة أربع غرف في أي دور الشقة كجنجكات دائري في أي دور الشقة في الدور الرابع في الدور الرابع كم غرفة في الشقة ثلاث غرف كم غرفة في الشقة في الشقة ثلاث غرف في أي دور الشقة في أي دور الشقة في الدور الثالث أسأل هنا كم غرفة في الشقة في الشقة خمس غرف في أي دور الشقة في أي دور الشقة في الدور الثاني في الدور الثاني نعم كم غرفة في الشقة في الشقة أربع غرف في الشقة أربع غرف في أي دور الشقة في الدور الأول في الدور الأول نأتي إلى التدريب السادس هاتي جملا كما في المثالين إكي أرنك كيبي جملة 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 لدينا شقة جميلة شقة لدينا بيزد لدينا بيت جميل لدينا شقة جميلة لدينا بيت جميل لدينا أثاث جميلة لدينا أثاث جميلة لدينا أثاث جميلة لدينا أثاث جميلة لدينا فرن جميل لدينا سجادة لدينا سجادة جميلة سجادة لدينا سخان جميل لدينا سخان جميل لدينا غرفة جميلة جزال جميلة رائعة جزال ممتازة جوكي واسعة جنيش إذن لدينا غرفة جميلة نتابع إلى ملخص التراكيب جملة نشترمك أريد استير كلمة نقول أريد ستارة أريد أريكة أريد ثلاجة أريد مرآة أريد فرن أريد سخان هل تسكن ما تسكن تيور تيور في تادي بيت هل تسكن في بيت هل تسكن في شقة هل تسكن في حي المطار هل تسكن في حي الجامعة نعم أو لا نعم أسكن في بيت لا أسكن في شقة نعم أسكن في حي المطار لا أسكن في حي الجامعة أسكن في حي المطار في الشقة في الشقة في الشقة لا يريد أريد شقة من فضلك أريد ستارة من فضلك أريد أريكة من فضلك أريد ثلاجة من فضلك أريد سجادة من فضلك الشقة في الدور الشقة في الدور الأول الشقة في الدور الثاني تكرار 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 كداشتار الشقة في الدور الثالث الشقة في الدور الرابع الشقة في الدور الخامس كم كم غرفة في الشقة كم ستارة في الشقة كم حماما في الشقة كم سجادة في الشقة كم ثلاجة في الشقة لدينا لدينا بيت جميل لدينا فر جميل لدينا سخان جميل سخان الذي يسخن الماء في الحمام لدينا شقة لدينا شقة جميلة لدينا سجادة جميلة لدينا غرفة جميلة في في أي دور الشقة في أي غرفة الثلاجة في أي بيت الغرفة الأصوات وفهم المسموع لدينا سجادة جميلة حمام حمام حرف الحا نعم حا ديل حا خا ديل خلا خير حا حسان أحمد أحمد حي الحمد حمام لدينا سجادة جميلة الحا الحا والحا حا حا فارك فارك لو إكي حرف فارك لو إكي حرف يوجد هناك فروق بين هذين الحرفين الحا حوا حرير 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 إيبك 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 حرير 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 حميم 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 سيكاك يدى ساميمي هميم حميم حرام حرام مككة دى حرام حرام مصر دى حرام حرام نعم يحبط 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 ساحر 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 أحلى أحلى أهلى 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 Aylar için Geldi demek شهر رمضان رمضان ayı Geldi محجور 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 Göz Altında gibi محجور محجور Bırakılan محجور ناحية ناحية Bir koy Bir şehir tarafından Bir yer Tarafında bir yer ناحية ناحية Kâhil 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 Ha Farih 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 Çok Çok zengin Çok Çok güzel bir şey Lux Diyorsunuz Ve bazen Firah Firah Bir ev Ve yani Araptada Firah Alferahat Vardır be Syabaha Shabaha Abaha Abaha Abah 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 Abaha Abah Abaha 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 يعني أبا يأبا لاحا لاها سفاح سفاح صح صح ترامة يوروس نتابعوا ونستمع إلى حرف الحا في هذه الآيات بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا إنا فتحنا لك فتحا مبينا فسوف يحاسب حسابا يسيرا ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون التدريب استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب دينة ثم صحي كوي ويقون ويقون كاردي باندي جنف سيز إشارة لي جيكسنس مثلا نقول المطبخ هانقي رسم دي المطبخ المطبخ إشارة لي جيكسنس سخان سخان نعم الآن غرفة النوم غرفة النوم أريكة أريكة بيت بيت شقة شقة نعم تدريب الثاني استمع ثم ضع علامة صحية في المربع المناسب هذا من هنا يعني هنا لا يوجد كثير من الفروق ممكن أن نقول نعم هنا يوجد أربع أربع غرف وهنا أربع غرف يعني لا يوجد اختلاف واحد اثنان ثلاثة أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة نأتي إلى هنا أنا سوف أقول بان سوي جام بير كلمة في سيز إشارة لي جيكسن بيت هذا شقة شقة هانجسي كي فوتوغراف برضا كي تمرين يعني في التدريب الثاني شقة هانجسي أج أريكة أريكة هانجسي وأردى في هذه يعني هنا هذا تلفاز نقول تلفاز هذا رائي الرائي 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 تبرو ثالث إشارة لي جيكسن بوو يدبو خمسة ستارة ستارة هانجسي الصورتين سرير نعم تدريب الثالث استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب فاندي دي جام هو يسكن في حي المطار هو يسكن في حي المطار كتنجي رسم لدينا أثاث جميل لدينا أثاث جميل هانجي رسم تفضل ادخل أهلا وسهلا هانجي رسم أنا أسكن في شقة أنا أسكن في شقة هانجي رسم سأتي إلى التدريب الرابع استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم المناسب في المربع المناسب مثلا أقول أنا أسكن في شقة أنا أسكن في شقة هانجي رسم في شقة أربع غرف في شقة أربع غرف هانجي رسم في شقة أريكة في شقة أريكة هانجي رسم في شقة في شقة مرآة هانجي رسم أنا أسكن في بيت أي صورة أنا أنا أسكن في بيت أسكن في بيت أسكن في الطابق الأول أسكن في الطابق الأول أي رسم أريد أريد ستارة أريد ستارة هانجي أنا أسكن في بيت أو رقم البيت ثلاثة هانجي رسم نعم نتابع إلى الكلام التدريب تبادل السؤال والجواب مع زملائك هذا ما سوف نأخذه ونعرفه في الدرس القادم إن شاء الله وأرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا مفيدا ومتعا وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته